أنا بس عايزة أدخل على أنت كنت كمان شايف إزاي تحديات السوق العقاري في الفترة دي تحديات السوق العقاري من مصداقية السوق العقاري خلينا نقول إن كتير من المطورين العقارين بيبقى عندهم تحفظ شوية في الحديث نظر طبيعة شغلهم طبعا فبيبدأوا يشوفوا زي ما قلت حديث بيسقوا في حد بيلقوا جريء بيطرح الموضوعات بيطرح المشكلة ويحل لها وده مهمة أو يحل المشكلة بمهنية صح مش بيهاجم لأن أنا جيت في حلقة من الحلقات وعذرا أن أنا هستخدم الكلام ده قلت يا جماعة خلي بالكم إن في بعض بعض وما بجمعش البرامج العقارية والبرامج الطبية أكثر خطورة على المجتمع من الطبيب ومن المطور نفسه لأنك النهار ده بيتابع وجهت نظر حدودك إن البرامج العقارية والطبية مش كلها مش كلها إحنا مش هنتكلم طبعا في الأموان إن فيه برامج حقيقي نكحة نكحة وفيه برامج متقدم محتوى هادف جدا عايزة أفهم بس وجهت حدودك في حتة ليه البرامج العقارية ممكن تبقى تعيد بالسلب للمشاهد لأن كلمة برنامج عقاري فهو محتوى فهو هادف يكون بيتبنى قضية بيعالجها ما يتم الآن على ساحة بعض الشاشات من برامج عقارية قلبت بقيت برامج بروكر تسويئية فقط ماركت فأنزل النهار ده الله البرنامج العقاري بيانتقالب إن ضيفي بيتكلم على الكونباوند بتاعه عن الوحدات السكنية اللي بيباحها على حمال شكله إيه فالموضوع بقى مباع على إيه وكل واحد بييجي بيجي بالأجر ده الناس مش قادرة تدرك إن ده بيفقد نصدقيته لا بس المشاهدة على فكرة بيعرف فرق بين جدا المشاهد المصري من أسكى المشاهدين أنا عايز أقول لحديك إحنا بنتكلم عن التعاقدات بتبقى عاملة إزاي بنتكلم عن تصديق العقار بيبقى عاملة إزاي إحنا بنتكلم عن محتوى يواعي المشاهد والله ده يحقق للمطور نجاح أكتر طريقة المباني الخرصانة كل ده إحنا كلمين فيه على فكرة لو جي البروكر اللي هو المسوق وتكلم معايا في آليات التصويق الحديثة صح وقضية إن المجتمع محتاج تأهيل وتدريب بعض المسوقين وبعض اللي شغالين في القطاع المبيعات والتصويق ده هيعود بالنفع أكتر من يجي يقول لي أنا بعت كام وحدة صح لأنك إنت بعت كام وحدة ما قلتش بعتها إزاي ما ديتنيش النوها ما قلت ليس أنت سلمت العميل في معاده ولا لأ ما قلت ليس أنت سلمت مراته ولا لأ طبعا إنت نفست قد إيه أنت ممكن تبيع الكونباوند كله 100% مبيعات بس تعال بقى في التنفيذ تأخير في التنفيذ السيانة مش مظبوطة البنية التحتية مش مظبوطة لا حاجات كتير قوي قوي وده اللي أنا بحاول أتبنى باخد دور المحايد ما بين العميل أو بعمل معنا صح بلعب دور أنا ريئي نشف بريجريتور المنظم للقطاع العقاري لأنه زي ما برضو أحد يوفي المحترمين قال لي محمد إذا سبقت احتياجات الشارع أو السوق نفسه أي أن كان القطاع لحركة الحكومة أو تحركات الحكومة هنا بتخلق العشوائي صح موسيقى